مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا برحب بكم دكتور محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر حلقتنا النهاردة الحلقة الأولى في الموسم السادس على التوالي اللي احنا نعمله وبفضل الله وبفضل حضراتكم ومتابعتكم لينا قدرنا ان احنا ننجح في خمس مواسم قبل كده وان شاء الله مكملين وربنا يقدرنا ونكون سبب في زيادة الوعي وزيادة الثقافة الصحية ودايما زي ما احنا متعودين بحكم مجالي وبحكم شغلي وبحكم الحاجة اللي انا بحبها او مجال عملي اللي هو مجال طب الأسنان كطبيب للأسنان انا بتحيص دايما في اول حلقة في اي برنامج في اي مكان او في اي موسم ببدأه بتعمد ان انا يكون معايا اول حلقة ضيف طبيب أسنان وعلشان النجاح المبهر اللي يعني مرنا به في الخمس مواسم اللي فاتوا النهاردة هيكون معايا رائد من رواة طب الأسنان مش في مصر في الوطن العربي برنامج نسمو اطباء مصر ولكن بعد ما نجحنا قررنا ان احنا نكون على مستوى الوطن العربي اولا بشكر كل الساهم ان البرنامج ينجح بشكر كل فريق العمل بشكر كل المشاهدين وكل المتابعين اللي كنا دايما على تواصل معه نبدأ حلقتنا لو حبينا نقول مجال طب الأسنان مجال طب الأسنان مش مش والدة شهر ولا يوم ولا سنين مجال طب الأسنان موجود من 7500 سنة قبل الميلاد 7500 سنة قبل الميلاد عند المصريين القدماء ودول كانوا اول ناس يبدأوا في مجال طب الأسنان ودي حاجة احنا بنفخر بيها كمصريين لما بنجي ندرس طب الأسنان اول حاجة لما كنا طلبة بتدرس لنا انه هو art and science يعني ايه art and science يعني فن وعلم اذا طبيب الأسنان لابد ان يمتلك من المهارة الفائقة لانه هو بيقوم بدورين او بيقوم بدورين بدور الاول اللي هو يكون مهندس ديكور يكون فنان وفي التعريف قدموا art اللي هو الفن على science اللي هو العلم بس لازم اجمع بين الحاجتين لازم اجمع بين العلم لانه هو اسمه طبيب أسنان فهو معظم دراسة الطلبة بتكون برضو مواد طب بشري ولكن الفن والمهارة الفائقة لازم يكون لها دور كبير الحاجة التانية اللي عايز اقولها ان ربنا لما خلقها الأسنان خلقها مكونة من جزئين جزء اللي هو داخل اللسة وبيكون محبة العظم اللي هو الجذور جذور الأسنان والجزء اللي هو التاج او الكراون اللي ظاهر في البق اللي هو ظاهر من فوق الله والحاجة اللي ربنا خلقها دي مهما العلم تقدم ومهما كان في تطور تكنولوجي عمرنا ما هنقدر نحاكي او نعمل حاجة بالزبط زي اللي ربنا خلقها لا موجودة ولا هنقدر نكون موجودة النقطة دي تاخدني الايه؟ النقطة دي تاخدني الحاجة مهمة جداً اللي هي الدور الوقائي الدور الوقائي اللي دايماً بننبه عليه ان يا فندم يا اي حد بيشاهدني اي حد بيتفرج علي مش شرط تحس بألم علشان تروح لطبيب أسنان الدور الوقائي اهم الوقاية خير من العلاج زي ما قلنا فاذا الثقافة المنتشرة السائد دلوقتي ان لازم يكون عندي ألم او لازم يكون في مشكلة او درس واقع او صن واقع عشان نروح لطبيب أسنان لا يا فندم ده مش صح طيب أستاذ حرككم ناخد فاصل ونرجع تاني رجعنا لكم مرة تانية وكنا بنقول قبل الفاصل وقبل أذان العشاء ان الدور الوقائي ده حاجة مهمة جداً انه مش شرط ان احنا نحس بألم او يكون عندنا فقد لدرس او لسنة عشان نروح لطبيب الأسنان الصح ان احنا نروح نعمل متابعة هنعرف نعمل كل قد دي وهنعرف نعمل امتى ونعمل ازاي معضفنا الجميل ولكن في حاجة مهمة بقى اهم حاجة احب اقولها في المقدمة بتاعتي لازم تركزوا معايا في الكلام ده كويس لان دي حاجة مهمة ودي قبليتني انا شخصياً يعني انا شخصياً المشكلة دي قبليتني ان طب الأسنان دلوقتي بقى فيه تخصص يعني ايه تخصص في طب الأسنان هتقول لي يعني هي الدرس او السنة اللي فوقها حضرتك دي فيها تخصص اه طب الأسنان فيه اكثر من عشرة او خمستاشر تخصص زمان او في البداية او قبل 30-40 سنة كان طبيب الأسنان بيشتغل كل حاجة طب ليه وش معنى دلوقتي بتقول فيه تخصص هجاوب على حضرتك دلوقتي التخصص في طب الأسنان ممكن يجي لك مريض العيادة وتقول له هستأذنك انا مش هقدر اشتغلك دي لأ انت حرك هتيجي في اليوم الفلاني عشان عندي متخصص تقويم او عندي متخصص زراعة أسنان او عندي متخصص في حاجة معينة هتقول لي ليه يا دكتور او حضرتك مثلا ما بتعرفش تشتغل الحاجة دي او مش شاطر هلأ حضرتك الفكرة مش كده هل انت دكتور فاشل بالبلد خالص هلأ عراك لأ الدكتور اللي يقول لك كده هو ده الدكتور الشاطر هو ده الدكتور الأمين هو ده الدكتور اللي عايز يحافظ على المرضى بتوعه وعايز يحافظ على سمعته ليه بقى التخصصات دي السبب الرئيسي ان التكنولوجيا او الكمبيوتر الكمبيوتر خصوصا المجال الوحيد اللي بيكبر باستمرار وبسرعة رهيبة واول لما الكمبيوتر دخل في مجال طب الأسنان خلاص بقى فيه كل يوم جديد يعني مثلا طبيب الحشو العادي او طبيب حشو العصب هتقول لي طب هو مش هيعرف ايه اللي بيحصل في الحشو العصب هقول لك لا يا فندم هو عارف ولكن كل يوم فيه جديد فمش هيواكب بعشرة خمسة شهر تخصص ولكن البدايات الطلبة بيتخرجوا من طب الأسنان بيعرفوا بيشتغلوا كل حاجة علشان كده انا قررت في اول حلقة من الموسم السادس النهاردة ان يكون معايا احد رواد طب الأسنان حاليا في مصر وهو حاليا في مصر ولكن هو طبيب سوري بعد ما نجحنا قررنا ان احنا نديه دكتور دكتور جهات حاج نعسان استاذ بجامعة حلب واستشاري زراعة وتجميل الأسنان واستشاري تجميل وطبيعي دلسة بالليزر بألمانيا واخصائي تجميل الوجه من الجامعة الامريكية ايو سيئل دكتور جهات مسائل خير برحب بحضرتك وبشكرك جدا لحضورك معنا وتوجودك معنا في أطباء مصر شكرا لحضرتك وشكرا لقناتكن الصح والجمال بشرفني انه انا اكون احد ضيوف البرنامج وان شاء الله مفقين دائما وانا الي الشرف انه انا جيت على مصر اللي هي بلدات اول نقطة انا اصلا عايز انا اشها مع حضرتك انت ليه جيت مصر انت ليه حضرتك ايش معنا اخترت مصر من بعد سوريا ليه اخترت مصر ايش معنا ايه سبب ما جئك الى مصر والله مصر يعني من يعني اذا نحكي في التاريخ مصر وسوريا اخوة وبلد واحد من الازل حضارة واحدة ثقافة واحدة لغة عربية واحدة شعب طيب محب للثقافة واعي الحضارات واحدة تحس ان انت في بلدك تمام اقرب للبلد اللي نحن كنا فيها وكأن بلدنا لقيت الطبطبة اه اه الحمد لله شعب حلو شعب مصر ونحن انا الشرف انه نحن جينا على مصر ومن زمان نحن متأخين مع مصر وانا بشكر حراك جدا وبشكرك على اختيارك اطباء مصر خصوصا عشان تكون معنا النهار الله يسلمك يا رب تشكر وطبعا عارفين انه حراك نجحت في مصر وما شاء الله سنتر بتحرك نجح نجاح مبهر عايزين بقى نتناقش في المركز عند حضرتك حراك صاحب سنتر او صاحب المركز في البداية عايز اعرف المركز عند حراك في ايه او المريد بيجي عندك اول لما بتستقبل المريد وعند حراك تخصصات ايه وايه السيستم الكامل بتح عند حراك في السيستم هو بصراحة احنا انا جيت بالالفين وطناش قعدنا في مصر فشفنا انه احنا قعدتنا راح اتطول في مصر فحبينا نشتغل ومعروف عن الشعب السوري شعب بيحب الشغل فقررنا انه نفتح مركز طبي جميل المركز اللي انا قائم عليه هو مركز اسمه رويال كير كلينيكس بيحتوي على مجموعة من العيادات هو عبارة عن تجمع من عيادات اختصاصية في عنا اهم طبعا عيادات الاسنان في عنا عيادة زرع وتجميل الاسنان القائمة عليها باشراف يعني في عنا عيادة جراحة الوجه والفكين باشراف اخصائي عمر علي نافع عمر علي لطيف وفي عنا عيادة معالجة الجزور باشراف الاخصائي دكتور محمد عبد العزيز دكتور محمد عبد العزيز الجميل الصديق مخترم وعنا عيادة ترميم ومعالجة الاسنان باشراف الدكتورة سارة محسن في عنا عيادات تانية طبية هي عيادة النساء والتوليد قائمة عليها الدكتورين الاستشاريين الدكتور مدحة الحجري والدكتور شريف المرضي وعنا عيادة جراحة العزام وامراض المفاصل قائمة عليها كمان الاستشاري الله بصلاح سيدنا محمد الدكتور تامر تامر علي نافع وعنا عيادة الجلدية ومعالجة الزكورة قائمة عليها الدكتور الاخصائي محمد سامي وعنا عيادة الباطني والتنظير قائمة عليها الدكتور أحمد غازي في عنا كمان عيادة الجراحات التجميلية قائمة عليها الدكتور محمد حسين يعني كده المركز فيه حوالي 8 أو 9 أقصائم آه تقريبا كميل أنا عايز أقول له هرق بقى أن المشكلة دي قابلتنا أنا شخصيا لو هرق في الإنترو أو في المقدمة اللي أنا قلتها أنت بالمصري بيقولوا ادي العشلة خبازه لو هيكله نصه فأنت هرق عملت كده وده الصح ده اللي إحنا عايزين للسادة المشاهدين نغير الفكرة ونغير الثقافة أن الدكتور يعني كل واحد متخصص في حاجة أن الأسنان مش السنة دي مش حاجة بسيطة لا كل واحد متخصص في حاجة لأن كل يوم يكون كل ساعات قليلة بيكون في جديد في مجال طب الأسنان فتديت العشلة خبازه وأنا المشكلة دي واجهتها أصلا شخصيا مع أهلي لما جفت عيادة إيه ده أنت هتأجر العيادة اللي هو لا أنا مش هأجر العيادة أنا هشتغل بروفيشنال زي أحدث التطورات طيب جميل نبدأ بقى النهاردة في حلقتنا وعايزين نستفاد محرك وعايزين ناخد أكبر كمية وأكبر معلومات من حضرتك ولكن عايزين ناخد الفيديو عن السنتر عند حضرتك ناخد الفيديو ونرجع نبدأ في موضوع طيب الفريق العيادة هيجهز الفيديو تمام طيب نبدأ النهاردة المريض دخل عند حضرتك أنا كمريض مش أنا محمد يا ربنا ما يحكمش يوم مريض المريض أول ما يدخل عند حضرتك الخطوات المتابعة هو لسه دخل من باب العيادة إيه اللي هو يحصل نحن بنستقبل طبعا عننا بيستقبل المريض المريض بيقوم بإملاء بيحتوي على مجموعة داتة للمريض من معلومات شخصية لمعلومات طبية اللي هو الهيستوري تاريخ لأن دي حاجة مهمة جدا الطلبة و لما كنا بندرس الهيستوري ده التشخيص نص العلاج زي ما بيقول طمام جميل فدي حاجة مهمة جدا طمام بعد ما يملئ المريض الفايل طبعا منقوم بإجراء صورة أشعة للم وبيدخل بعدين على غرفة التشخيص بيقابل أحد دكاترة بيشخص حالته مع صورة الأشعة وبيحط خطة علاج مبدئية لحالته بعد ما يتم عملية التشخيص للمريض بينتقل بقى للعيادات التانية حسب الاختصاص اللي هو لازمه على حسب الحالة بتاعته كل حاجة يروح لتخصصه تمام فبعد ما ينتهي من المعالجة ممكن نصل لمرحلة التركيبات ممكن نصل لمرحلة الزراعة ممكن ممكن حسب الخطة العلاجية لكل مريض بتختلف الخطة العلاجية نشوف ده على أرض الواقع دكتور والفيديو هيوضح ويبين أكتر ماشي أستاذي ناخد الفيديو ماشي مرحب بيكم مرة تانية في حلقة ممتعة وإن شاء الله تعجب حضراتكم مع دكتور جهاد دكتور بما أني حرق أنا عارف أن حرق رحت دول أوروبية وسافرت دول العربية كتير فعايز أسأل حرق سؤال إحنا في مصر فين يعني إحنا في لفل كام من مستوى التطور في طب الأسنان أو إحنا وصلنا لفين إحنا على الخط الصح ومشينا في كتير أو لا وخاصة أن نعرف أن عندنا مراكز هنا في مصر مضاهية جدا وتكاد تكون تيبكال من المراكز الأوروبية وخصوصا السنتر عند حضرتكم بإسلام هو بصراحة أنا يعني معروف معروف في على مصطوى الوطن العربي أطباء المصريين والأطباء السوريين هن بالليفل الأول حكماً حتى بأوروبا بتلاقي النسبة العظمة من العرب الناجحين واللي عمستوى عالي بتلاقيهم عرب وإذا فتشت بتلاقيهم مصريين وسوريين فهذا متعارف عليه عالمياً وليس محلياً وفعلاً أنا يعني ما اتفاجأت بأنه شفت أنا التطور في مجال طب الأسنان واستعمال الأجهزة المتطورة والحديثة شيء تكنولوجيا طبعاً تماماً تماماً التكنولوجيا ومريحة تماماً ففي مراكز على مستوى عالي وهذا اللي بيشجق اللي قاعد برة يشتغل في مصر أو في سوريا بالضبط طيب أنا بقى هكتبس من كلام حركيا دكتور الفينير والهوليو دي سمايل اللي كان في الفيديو معانا عايزين نبدأ بيه الفينير واللمونير هو يعني نحن نبدأ بالهوليو دي سمايل المتعارف عليه هوليو دي سمايل هوليو دي سمايل هو عبارة عن الابتسامة الجميلة الساحرة جميل يعني هوليو دي سمايل ابتسامة جميلة مشي مع الوجه ومع لون البشرة وتكون كويسة تمام فهو التعبير هوليو دي سمايل تعبير عن الابتسامة جميلة الحلوة الجميلة على عكس من الناس فهمها كلها أن أنا رايح هعمل هوليو دي سمايل يبقى هعمل فينيل هعمل هوليو دي سمايل هوليو دي سمايل يعني أنا جملت أسنان تماما هوليو دي سمايل هو تعبير أنا عن الابتسامة الساحرة الجميلة اللي بتعطي للإنسان ثقة بنفسه بتعزز له حالته النفسية فكتير من الأشخاص بيعانوا من سوء بشكل الأسنان سوء بمنظر الأسنان بشكله فهذا كله نحن فيديو على هادلوقتي يا دكتور نحن نصل لهالنموذج من الابتسامة الساحرة بعدة نمازج باستخدام طبعا عدة نمازج من التركيبات طبعا نحن ممكن كمان نصل للابتسامة الحلوة إذا كانت الأشكال السنية حلوة بالتقويم هذا أولا طبعا إذا كان في عنا أشكال لازم نصلح فيها لازم نعتمد التركيبات التركيبات اللي ممكن تستخدم في مجال الوصول إلى الهوليو دي سمايل أو الابتسامة الجميلة للساحرة هي الفينير أو اللمونير أو التركيبات الكاملة اللي هي انتوا بتسموها طربيش هي تيجان طربوش بالمصر 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 تمام الكراون أو التاج أو الطربوش فللوصول للابتسامة الحلوة نحن ممكن نستخدم أكتر من نوع لنصل للتناظر التناظر في الطول في الشكل في الموقع اللي يعطينا الابتسامة الحلوة للأسنان طب أكيد المريض اللي أنا هعمله فينير أو لمونير أو كراونز زي ما حرق قلت ده أكيد لازم أحضره الأول لازم أعمله بريباريشن لازم أعمله تحضير طبعا نحن الفينير واللمونير الفرق بينتهم هو السماكة والتحضير ده التحضير في الدرسة أو في السنة نفسها تمام اللمونير بيحتاج لتحضير بسيط لأنه هو يحتاج نعم أنا برضو صور على الهواء يا دكتور آه ممكن هاي حالة تجميل أمامية لسن مفقودة بنتيجة حادث فاضطررنا أنه نحن نجمل الأسنان الأمامية دي كراون يا دكتور آه دي كراون حكما طالما عنا نحن فقد في عنا كراون تمام رجات يعني الحالة الثانية هي عبارة عن تجميل ولكن كمان استخدمنا فيها الطربيش لأن الأسنان ضب لقدام بالمعنى المصري هي نحن منقول عنا أنه طالع برا آه يعني تمام فنحن الوقت نحن رح نعدل وضعية الأسنان لابد أنه نحن نستخدم الكراونات أما وقت بيكون عنا صفة الأسنان جميلة ممكن نستخدم الوجوه أو ما بتسموها العدسات العدسات آه بالصبب أما بالتعديل حكما لازم نحن نستعمل الكراونات كراون دي بيبقى لها يعني لميت معين يعني شرط أنها ما تكونش تطلع برا قوي يعني لأ ممكن نحن نتعامل معها سواء برا ولا جوا في تعديلات معينة لنطلع نحن الشكل القرش النظامي الحلو آه اللي يعطي بهجة للمريض ويعطي ثقة لأله يعني تمام طيب نستكمل بقية الصور ماشي هي عنا حالة تجميل حشوات تجميلية آه وليس كراونات هوني عنا نحن حالة هوليو دي سمايل لمريضة فينير فينير آه استخدمنا لياها آه عنا المريض هوني كان مساوي تركيبات قديمة عند آه أحد الدكاترا فهو عم بيعاني من سوء تشكل حب هستأذنكو هستأذن نصف الكنترول توقف للصور أنا عايز اسأل سؤال مهم طبع الحالات اللي هي مش كويسة خالص اللي احنا شايفينها دي اللي هي افتر بتبقى كويسة خالص ده ممكن ياخد وقتها بتهين هو نحن اللي بيوقفنا بالزمن هو عملية إذا كان في عنا شيء اسمه خلع الأسنان خلع الأسنان لازم ننتظر فترة استنا لما الجرح يلتق تمام فهذا اللي بيأخرنا أما في الحالات اللي بتكون عنا افترضنا أنه ما فيش خلع ما في خلع هو أحد كان جايب المنظر اللي هو اللي مش كويس خالص ده أنا عايز أوصله لدي ممكن من ثلاثة أيام للسبعة أيام يكون خالص ثلاثة أيام للسبعة أيام تمام معالجة وتركيبات ويطلع مبسوط ومتفاعل في حياته جميل جدا ده لأنه نحن حيدخل هو على اختصاص طبعا التكنولوجيا والأجهزة المتطورة سهلت علينا كثير العمل فبالتالي وسهلت على المريض وخففت عليه آلام وخففت عليه وقت فالسرعة في الإنجاز هيهمة ولكن على ألا تتعدى الدقة في العمل الزبط يعني لازم نحن نسير بمسارين متوازيين دقة العمل سرعة الإنجاز دقة العمل دي عندنا في مصر بنقولها كده بلغة الشارع أهم من الشغل وظبط الشغل أه طبعا طبعا يعني أنا ما بهم من السرعة إذا أنا بعد سنة أو سنتين رح أعاني أنا من مشاكل أسنان الزبط طب نكمل هسا أجنكم نكمل هون يعني نحن عنا حالة زرع مريض فاقد أسنانه سوينا له زرعات ده زرع للفك للفك بين أسنانه وشوية حشوات تجميلية فريحناها بقدر أسد الفراغات دي واعمل حاجة بي تمهيلة دي بالفيني تمهيل طبعا هون شايفين كمان حالة الضب الأمامي للمريضة وحالة ما بعد التركيبات دي يا دكتور دي أنا مش واضحة علي كمان هي حالة تركيبات كاملة هذا مريض بيعاني من تآكل في أسنانه بشكل عام فبعد المعالجة سوينا له هوليو تعملت له فيها ايدي يا دكتور عالجنا الأسنان وبعدين سوينا له تركيبات كاملة يعني عالجت الأسنان حشو عصب حشو عصب لأنه الضب نحن حكما وقتنا نعدل المحور ففي بعض الأسنان منضطر أنه نسحب عصبة حكما يعني تمام هي حالة مريض مساوي حادث فاضطرنا أنه نساوي له عظم صناعي بعدين لسا صناعية بعدين سوينا له تركيبات كاملة طيب دلوقتي يا دكتور احنا بنعرض على الهواء ولكن أنا عايزة استفيد من كل ديئة مع حضرتك ومن كل ثانية ببقود حضرتك معنا قلنا الهوليو دي اسماييل وقلنا الفينير والليمونير وقلنا إزاي بنحضر ليهم عايزيننا ربا الفينير بيحتاج إيه والليمونير بيحتاج إيه بحضل إيه الفرق بين ده وده التركيبات ونخش بقى بعد كده على الزراعة الفينير بشكل طبيعي يحتاج إلى تحضير أكتر من السطح الدهليزي أو البكل أنتوا بتسموه نحن لو سطح الخارج تمام السطح الخارجي بيحتاج لتحضير لا يقل عن واحد ملي أو خلينا نقول من ثمانية بالعشرة لواحد ملي من ثمانية بالعشرة من ثمانية من عشرة لواحد ملي لأن سماكة الفينير عندنا إياها كتير تقريبا بين خمسة خمسة بالعشرة إلى ستة بالعشرة فلازم يكون في عندنا سماكة لكي ما تطلع الأسنان تطلع الأسنان جماليا أفضل تطلع مثل الطبيعي أما وقتل أنت بدك تاخد بده يكون يعني إذا التحضير كان قليل الفينير رح يطلع بارز لقدام فرح يعطي شكل موحل هيعمل بالبداية حابة يسمعه ضب تماما 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 أما اللمونير فما بيحتاج كتير بيحتاج تحضير بسيط أو يعني خلينا نقول يادوب تعديلات بسيطة يعني بيحتاج معنا ناخد تقريبا 2 من 10 2 إلى 3 من 10 فقط فيعتبر هذا أنت حافظت على السن اللي هو بعمل خشونة تماما تماما بس الحالة تفرض عليك أنك تستخدم الفينير ولا تستخدم اللمونير حسب رصف الأسنان للحالة اللي أنت أجت لعندك للمعالجة يعني الحالة اللي هتحكم علي الحالة دي طبعا طب إمتى ما ينفعش عمل لها مثلا فينير أو إمتى ما ينفعش عمل لها يعني مثلا نحن ما منحسن نساوي لا فينير ولا لمونير إذا كانت الأسنان مثلا الصف بتاعتها الرصف بتاعتها الشيء لبرة أو الشيء لجوء فهذا حكما حكما هذا ما منحسن نعدله بالفينير أو اللمونير هذا حكما ما نعدله بالتركيبات الكاملة طب يا سيد الحراكة أخذ اتصال هلو أيها فندم أيها فندم تفضل مع حضرتك هلو أيها فندم تفضل مع حضرتك آية ممكن أكلم دكتور جهد تفضل دكتور جهد مع حضرتك أهلا وسهلا أنا كان عندي خمس أسنان خمس أسنان تساقط خمس أسنان تساقط حادث تساقط في خمس أسنان ماشي أهل الحالة دي بيحصل زراعة ولا أعمل دي هو لازم نحن نعرف سبب تساقط الأسنان أيها شؤال تانية فندم حادث يا فندم حادث طيب شكرا لا شكرا حبيبي شكرا خمس أسنان تساقط طيب سبب تساقط الأسنان الخمسة اللي عندك إيه؟ يعني مثلا فيه سكر فيه التهابات لسه حادث لازم نعرف نحن السبب اللي أدى لتساقط الأسنان الخمسة تمام؟ فنحن إذا مثلا قررنا نزرع لازم يكون مثلا السكر إذا كان فيه عندنا مرض سكر مسيطرة عليه الحالة الصحية جيدة مثلا حادث لازم نعرف مثلا كمية العظم الباقي فممكن نحن نساوي نساوي تجميل أو تعديل أو تعويض عن الأسنان الخمسة المفقودة ولكن لازم نعرف أول شي ندرس الحالة ونشوفها لننقدر نختار الحل الأنسب للتعويض لأنه نحن فيه عندنا خيارات كتيرة لنصل لتعويض الأسنان المفقودة طيب بس إذنك ناخد اتصال كمان أستاذ محمود مدية ناصر أستاذ محمود سلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا أستاذ محمود اتفضل يا فاند ربنا خديد أنا ممكن أكلم الدكتور جهاد أولا أشكره لأنه عارفني أنا محمود أهلا أهلا محمود أهلا يا محمود والحمد لله تمام زيك أنت إن شاء الله إن شاء الله من نجاح لنجاح وبالتوفيق إن شاء الله دكتور تسلم يا محمود وأنا بصراحة قدام المستمعين والمشاهدين أنا أودت للدكتور ناس بالعيادة ناس سعوديين وناس من جماعة الوطن العربي والناس دي بصراحة شكرت بشمل الدكتور جهد جدا جدا طبيعي وده شيء معروف وإحنا بنشكرك جدا أول محمود دكتور جهد 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 تشكري يا محمود الله يسلمك يا رب نكمل بقى وقلنا الفينير وقلنا الليمونير عايزين نعرف ايه تاني بقى الزراعة الزراعة يعني عالم بحر في حد ذاته بالظبط الزراعة حالياً بحر فنحن ممكن يعني نتكلم عن الزراعة شوي بعموميات بالضبط موضوع الزراعة ليس موضوع سهل وبنفس البقاء ليس صعب سهل بشروط تمام يحتاج تحضيرات دراسة لنصل لامكانية الزراعة او عدم امكانية الزراعة كنت عزبوا الحاجة بس يا دكتور قبل ما نتكلم ان هي اسمها غرس الاسنان مش زرع الاسنان فانتو السوريين اللي بتنطوها عندكم صح احنا بنقولها زراعة الاسنان لان زراعة معناها ان انا هرمي نبتة او هرمي بزرق او حاجة فتطلع ما هو المبدأ واحد انت عم تزرع شيء في جسم الانسان لا لا الزراعة انا اقصد ان الزراعة ان انا برمي بزرق وبعدين هي تطلع اه تطلع عشا جمع اه فده مفهوم خطأ فهي صح غرسات الاسنان هو الترجمة باللغة العربية المجمع طبعا اللغة العربية نحن بسوريا بندرس الطب في اللغة العربية العرب فزرع الاسنان او غرس الاسنان هو ترجمة من المجمع اللغة العربية طيب نكمل كلام حضرتك غرس الاسنان او زراعة الاسنان هرا كنت بتقول حاجة صعبة وحاجة سهلة قلنا سهلة بس بشروط بالنسبة للناحية العملية متى يعني نحن الوقت اللي منقرر فيه الزرع الزرع لا يتقل يعني ما بياخد وقت عشر دقايق بتكون خالصة الزرع ولكن لنصل لمرحلة الزرع اننا ازرع تمام نحن في عنا دراسة كاملة لانك تصل لمرحلة انه انت قررت تزرع عنا اشعة عنا دراسة المريض والحالة الصحية لانه عنا تحاليل امراض الرؤية السريرية دائما لازم تترافع الاشعة والتحاليل مع رؤية المريض لتصل لمرحلة النجاح او القرار في انك تزرع فمتى ما انت وصلت مرحلة قرار الزرع طبعا من الدكتور يعني لازم يكون دكتور خبرة في علم طب السؤال الشياء يا دكتور اللي هو ام تزرع و ام تركب اللي هي التركيبة اللي هي الكبري اللي بقوننا حلاق عند الموصلين هنا ام تزرع و ام تركب انا ازرع ام ت ولا ركب طب ايه فرق ايه يعني ايه الحلو في دي و ايه الحلو في دي بس هو مدارس الموضوع مدارس في مدارس بتقول اي حالة فقد ممكن انه نزرع فيه ممكن نزرع لنحافظ على العظم ووجوده لانه المتعرف عليه بس ان صار عنا فقد للأسنان صار عنا انتصاص للعظم طبعا مع الزمن فوجود الزرع السنية او الغرس السنية تحافظ على وجود العظم العظم في المستوى بتاعه تمام تمام مدارس تانية بتقولك طبعا هدولي كمان بيعتمدوا على شيء تاني اللي هو انه نحن عملية تحضير تحضير ريداكشن تبع الاسنان لاستقبال الكبري او الجسر بيضعف منها الاسنان بيضعف منها الاسنان فعندهم الزرع هو الافضل ولكن في عندك مدرسات تانية بتقول لا يستطب الزرع في حال كان في عنا حل تاني غير الزرع وخصوصا ان الزرع زي ما حرارك قلت فيه شروط معينة ما ينفعش معها الزرع تمام تمام فبالتالي بيعتبروا انه نحن عم نحط جسم غريب في الجسم وبنفس الوقت نحن في عنا نسبة فشل نسبة فشل موجودة عالميا في موضوع الزرع ليه بقى يا دكتور ليه بقى تقبل الجسم لمادة التيتانيوم يعني هو هي مدخاملة طمع طمع هي افضل مادة بيتقبل الجسم افضل مادة حاليا في العالم بيتقبل الجسم كزيرة اوه تأزيلنا كاخد التصوات والدقس بعد حاليا في ملجائزة مسائل خير يا فندف اهلا مسائل يا فندف اهلا مع حضريتك اتفضل يا فندف احتضل كتفونك بتطول دكتور سين اتفضل دكتور جايد مع حضريتك ها أزيك يا دكتور اهلا يا هلا هلا يا سيد الحمد للسلام حاليا كان كنت خلع درسين عندي وكان دروس زي ما عندي بيتلع فيها خريك ايه كان خلع درسين وبيتلع فيها خراق اه طيب. اوكي. اه فخلقتهم. فأي ستفصل حالي لك انا ما حبيت تركب ينفع علي ولا? اه يعني ينفع تركب ولكن قبل التركيب لازم نشوف نحن اذا في بقايا للخراج يعني لازم لازم بعد عملية الخلق يكون عنا شيء اسمه تجريف منطقة الخراج. مشان يعني. اتطمن ان كل حاجة تشالت. تماما تماما. لازم تجريف منطقة الخراج وليس فقط الخلع. لانه بقاء اي شيء بيمنع عملية التقام العظم وتشكله بشكل صح في منطقة خلع الاسنان. لذلك نحن بعد الخلع بنستنى فترة من الزمن قد تصل لشهرين وقد تصل لأكتر. الابين ما انه نحن نعوض بعي شيء تاني عن الخلع. نكمل موضوعنا ونكمل موضوع الزرع يا دكتور. قلنا في مدرستين بين التركيب وبين الزرع. طيب يا دكتور حراك قلت ان في شروط لازم تتوفر عشان الحالة ينفع ازرع فيها. طيب انا يا دكتور عندي عندي الحالة حراك قلت مش شروط لازم يكون مسلا كمية العظم كفاية او كده. طيب شروط دي مش متوفرة واحدة عنده سكر يعني يعني ده سؤال شاع برضو طيب انا عندي سكر ازرع ولا ده ده الف بيه صباح الخير كده لازم تقابل واحد انا عندي سكر طيب اخلع ولا ما اخلع ازرع ولا ما ازرعش. بص حاليا حاليا مرضى يعني مرض السكر اه لا يعتبر حاليا هو احد يعني العدم عدم استطباب لعملية الزرع. لأن احنا في عنا مرضى سكر منزرع له. منزرع له. ممكن تكون مريض السكر بسبب انه قلة الالتقام عنه عنده. ممكن يكون عنا نسبة الفشل اكتر شوي. ولكن نحن ازا زبطناش سكر عند المريض اهتمينا ببعض الامور اللي ممكن تعزز له عملية اندماج العظم مع الزرع من غزاء ازا تحاليله كويسة العظم عنده جيد. ممكن نحن نزرع على مريض السكر وياخد نتائج حلوة ويعوض اسنان اه بشكل وكاني طبيعي. يعني لم يعود السكر اه سبب في عدم. اه سبب رئيسي في الفشل او في عدم الزراع. اهبدا. يعني ازا اهتمت بالشروط وزبطت سكرك والتزمت بتعليمات الطبيب. تماما تماما. خلاص الدنيا هتمشي زي الفل. تماما تماما. ايه تاني دكتور ممكن اه. التدخين التدخين الشريح. مم. يعني المريض اللي اللي بدي يزرع وعنده اه. تمام. عنده شراها للدخان يعني للتدخين التدخين اه بعيق عملية التروية الدموية. طيب استعزنك ناخد استاذ كمال مسالات ويا رب ما يكونش بيدخن. استاذ كمال مسالات خير. يا الله. سلام عليكم. عليكم السلام. اه ممكن اتكلم الدكتور? الدكتور مع حضرتك تفضل. اه شونك اتكلم توجي يا اهلا يا يا هلا يا هلا يا هلا. الله بخطي يا رب ان شاء الله من اه من تطور لتطور اه 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 تسلم 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 الله يبارك فيه. انت اه حابب اسأل حاجة السنوهال عن موضوع فقد الاسنان عند الاطفال. الداوني سيندروم. داوني يتصل داوني عمره سبع سنين اه عنده فقد الاسنان. اه ساميوك شون حال؟ طفلة عنده داون سندروم يا فاندم بتقول? طوع وعنده سبع سنين وعنده فقد الاسنان. وعنده فقد الاسنان. سؤال تاني يا فاندم? شون حال الامتاب له. طيب تمام شكرا. اه بالنسبة لمرضى داون وفقد الاسنان. انا يعني بصراحة انا ما بقدر بعطيك انا اه الكلام الشافي. اه ولكن حاليا ممكن نحن نشوف الحالة ونقيب الوضع العام. واعطيك ممكن ايش نحن نساوي مع مع ابنك. لانه هيك امور دكتور. اه مو من السهل انه اه يعني انا ما اقدرش شخص ممكن ان تشخص الدكتور على الهواء. يعني. وانا بتقدم للدكتور لازم يعمل لنا خصم هنا في اطباء مصر خصوصا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني الحالة يعني ما بينفع انه انه انحن بس نتكلم اه بدون ما نشوف. لازم نشوف لازم نشوف اشعة لازم ندرس حالة المريض الحالة الصحية الأمور كلها لمفيدك صح بهذا الموضوع أما نتكلم هيك بشكل عام خلاص الدكتور هو هيجي وانت هتعمل له خصم كبير أهلا وسهلا يشرفونا الله يسلم كنا بنقول ايه تاني غير السكر ممكن اقدر احلو التدخين التدخين عامل هام في عدم امداد منطقة الزرع في التروية الدموية اللازمة لأنه عملية التروية الدموية في منطقة الزرع هي هامة لتكوين عوامل النمو وبالتالي عوامل اندماج العظم مع الزرع بالزبط يعني انا عندي زرعية العظم هيلتقم حواليها التدخين هيمنع عن الحض العظم يلتقم حوالين الزرع وهذا من أحد أسباب فشل الزرع عند المدخنين الشريهين حكما وخاصة اذا كان الزرع مفتوح يعني ايه مفتوح يعني مباشر ما ما سوينا في لب وقفلنا على الزرع فبصير التدخين مباشر بيأثر على الزرع طب يا دكتور برضو حاجة بنسمعها كتير انواع الزرع زرع امريكي زرع طالي زرع مش عارف ألماني المريض يقدر يحدد ده ازاي وعايزين نوضح النقطة دي خصوصا للمرضى والله هو نحن يعني وعي الزرعات واختار ايه يعني اختار ايه اختار اني اني نوع وايه موضوع انواع الزرعات انا حشبه لك ياه بالعربيات جميل يعني انت تختار مسلا العربية اللي كواليتي فيها قليل ولا اللي كواليتي فيها حلو طبيعي كلنا عايزين نحن لحاجة فالفاصل هو الكواليتي تبعى الزرع بأي اي كان يكون مصدرة يعني انت ممكن تسمع زرع ألماني ولكن وقت تيجي انت تشوف الكواليتي تبعى ما يكون على مستوى ممكن تشوف كوري افضل منه كوري انا حددت صح تمام تمام فهو الكواليتي هو اللي بيلعب دور وليس مصدر الصنع ولكن طبعا الشركات الألمانية خلينا نقول الشركات الأمريكية واختيار الزرع المناسبة تمام بهو الزرع المناسبة للمكان المناسب للحال المناسبة الشخص المناسب في المكان المناسب يبقى الزرع المناسبة في المكان المناسبة تماما 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 فموضوع انه يعني خلينا نقول الكواليتي هو الفاصل طيب يا دكتور قلنا أسباب فشل الزراعة وقلنا أسبابها وقلنا كل حاجة برضو الزراعة أنا مش هنتقل منها في حاجة في إعلانات تنشوفها على السوشيال ميديا بشكل يومي اللي هي زراعة فورية تلمت زراعة فورية تعال عندنا دقتين ونص نعمل لك زرعة وتطلع زي الفل ما صح نحن عزل نعرف إيه الموضوع ده هذا يعني خلينا نقول مفهوم الزراعة الفورية هو مفهوم صح ليه؟ لأنه أنت عم بتجيك المريض طبعا بعد أنت ما تساوي له الدراسة بيجي المريض نحن منزرع فورا فعليا منزرع فورا خلصنا كل حاجة فورا ولكن هو التركيب قيمت بعد برضو المد تماما فهو في مفهوم خاطئ عند الشاب أنه نحن والله في عنده زرع فوري ما هو نحن منزرع فوري بعد ما نقرر عملية الزراعة الزراعة بتحتاج 10 دقائق لتفهم خالصة دخلت الزراعة في 10 دقائق فهذا زرع فوري استنى بقى واستقبل اللي بقى هو التحميل الفوري عليها في عندنا بعض الزراعات بنتيجة التطور التقني اللي عند بعض الشركات العالمية والمعروفة أنتجت زرعات ممكن التحميل عليها فورا طبعا يعني أزرع وحمل الزراع ولكن بعد فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوم لا تماما يعني موقع من خمسة عشر يوم ليش؟ ليبلش الاندماج البدئي خلينا نقول يعني مفهوم الزراعة الفورية عشان الإعلانات اللي بنشوفها دي الزرعة اللي أنا بحطها داخل العظم عشان العظم اللي تأم حواليها أنا بستنى فترة حراك قلت حوالي بستنى قديه خمسة عشر هو نحن طبيعيا لا أنا مش عايز التقنية الجديدة أنا عايز خمسة عشر يوم خمسة عشر يوم وحمل اللي هو التربوش الجزء اللي هيكون ظاهر في اللاسة عليه خمسة عشر يوم يبقى معاك زرع بتركيب بس ممكن بس بالشروع نحن ممكن نساوي تركيب مباشر بعد الزرع على طول على طول ولكن في سنة أو سنتين ونخفض الإكليوجين تبع الأطباخ مشان ما يصير عنا الضغط مباشر عليها مشان ما باش فيش تريس عليها ومنوصل المريض أنه الطرف ده ما يتعامل معه هاي بتصير مثلا عندك مريض يعني نحن بالعادي بيجينا من برا مرضى فالمرضى اللي يجاي مثلا أسبوع ده يزرع ويروح فممكن أنه نحن نساوي تعويض مباشر ولكن بشروط خاصة جميل طيب عايزين نعرف بقى حاجة حلوة قوي كده لازم تقولين عليها النهاردة يا دكتور الخصم اللي هتقدمه لنا النهاردة لمشاهدين أطباء مصر أنه إحنا دايما لما حد بيتكلمنا بيكون عايز أفر فمش معاولة يكون معنا دكتور جهاد النهاردة مش هيكون معنا حد زي دكتور جهاد ويعد من تحت إديني إحنا مصريين إحنا على قولت المصريين عينينا ليكم آه إنت جده بتحرقنا يا دكتور بردو مش هيأثر معانا شرفونا وراح تلاقوا خصم أيوة يلا هتطلع ها هلديكم خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية على كل حاجة على كل حاجة بالأسعار اللي موجودة في السنتر مش هتعليلي مش الحاجة بتعمل بعشرة جنيها تقول لي يا بخمستاشر وخصمها نحن أطباءنا اللي قائمين على الموضوع ما متعمل بهالأمور أبدا طب إيه رأي حرك أنا عايز أسعر رأي حضرك في الدكاتورة المصريين اللي عند حضرتك في السنتر والتواصل كل الدكاتورة المصريين هو أنا الوحيد السوري بيناتهم يعني المشرف بس والله إيه رأيك فيه والله من خيرة الأطباء والله أصلا لما من خيرة الأطباء يعني أنا وانت حرك من أورن ما بيقبالوني بيناتهم وأكيد يعني انت حرك من أورن تسلم حاجة مهمة بقى كنت عايز أقولها برضو موجودة بشكل يعني مثلا فيه دراسة عملت في جامعة أمريكية من بين كل عشر أشخاص فيه تمانية أو تمانية وخمسة من عشرة في المية عندهم التهابات لسة أو بيعانوا من التهابات اللسة نعم دي بقى حاجة وانت ماشي في الشارع لو أحد يارف أن انت دكتور هيقولك أنا عندي التهابات لسة أنا عايز أعرف في خلال دقتين أو تلاتة إيه أسباب التهابات اللسة وإيه مشاكلها وبعالجها إزاي وتراجع مستوى اللسة وكل ده طيب نحن رحكي كمان بعموميات نحن اللسة أو اللسة بتحكم على صحة اللسة من خلال لونة لونة وقوامة وقوامة طب نقول اللون الطبيعي إيه؟ اللون الطبيعي هو البنج أو الوردي اللون البنج تمام لو كان غير كده؟ لو كان غير كده؟ أي لون ميل للإحمرار مع وجود وزمي عنا التهاب لسة أي نزف ممكن يصادفنا في اللسة بشكل طبيعي ما قاتل في عنا التهاب تمام؟ طب إيه اللي هيعمل بقى للتهاب ده؟ هو حكماً الصحة الفموية المهملة يعني إهمال إهمال يعني نحن بشكل عام إهمال والنظاف النظافة العامة للفم إهمال النظافة بالفم والأسنان هو أحد أهم أسباب التهاب اللسة حكماً طبعاً في عنا التهابات تترافق مع بعض الأمراض مع بعض الأمراض ولكن أساساً هو التهاب اللسة ناتج عن إهمال الصحة الفموية ونظافة الأسنان حكماً زي الجير مثلاً طبعاً هو الجير هو وجود الإهمال بيساوي عنا توضع للجراسيم اللي بتساعد على تكون البليك أو الجير اللي بنسميه وبالتالي بداية الالتهابات الالتهابات بس إن ابتدت باللسة رح تتطور تصل للعضم والأنسجة داعمة للأسنان فممكن في مراحل متقدمة مريض يقول لك دكتور أنا سناني بتهز وبتقع لا إحنا لازم نلحق بلما توصل للعضم ولكن مش ينفع النهاردة إحنا مش ينفع معنا حلقة لازم معنا سلسلة حلقات إن شاء الله وإحنا شرفتنا النهاردة يا دكتور ونورتنا وأنا سعيد جداً موجود حضرتك معاين النهاردة شكراً يا دكتور جاهد الله يسلمك أنا سعيد لو وجودي معكم وتعرف عليكم وإن شاء الله يا رب مصر آمنة وسوريا آمنة وبلد واحد من يوم ما اتخلقت العالم بإذن الله وبشكر حضرتك مرة تانية الله يسلمك تسلمك في نهاية هذا اللقاء الممتع لا يسعوني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل فريق العمل كل شخص معايا هنا بيتعب كل شخص بيرد على الأسئلة وعلى الاستفسارات على البيتج أنا بشكره وبشكر كل المشاهدين إلى اللقاء دكتور محمد طلع اشتركوا في القناة